هسألك السؤال التصور لأنا عارف رأيك فيه بس هسأله لك برده عشان السادة المشاهدين كمان يعرفه إيه رأيك في الحكاية اللي حصلت كم ساعة الأخيات دي تاعت محمد صلاح؟ خلينا نتفق إن برضو البداية صعبة ليه البداية صعبة؟ مشكلة محمد صلاح إن هو بقى أسطورة مصرية مش هتتكرر ميسته مشته مش مشكلته دي مشكلته بقيت مشكلته إن في ناس مش حابة الموضوع فيه ناس مش حابة إن هو يبقى كده يا جماعة لو سمحتوا بعد إذنكم كنا بنحلم قبل كده بلعيب يلعب في الدورة المجيكية دلوقتي عندنا هداف ليفربول التاريخي عملوه بمعاملة طالق بيه بس ماشي هقول لك حاجة أنا برضو أحاول ألعب السايد التاني أنا معك في السايد ده طبا بس ألعب النحا التانية يعني ناس تقول لك ماشي طبا على عيننا وعلى رأسنا وصراح ده أهم حاجة حصلت في الكرة في تاريخ مصر بس لو صلاح بقى مرضيش يلعب مع منتخم مصر في المعسكر اللي جاي المعسكر الإمارات إحنا مفهود نقول خلاص عشان صلاح عظم ده بيجي في تاريخ مصر مش ما يجيش لمنتخم مصر هو مين اللي قال كده؟ أيوة هو مين اللي قال ان هو مش عايز يجي؟ أيوة يا جماعة ليه بنا اتداعي على الراجل باطل؟ أيوة لو سمحتوا ليه من جود؟ يعني ليه تجويد؟ هو محمد صلاح هو اللي بعت وقال ان انا مش عايز يجي؟ ولا ليفربول؟ وطلب ليفربول طلب إعفاء اللعب يعني بيطلهم من اتحد الكرة يعني اتحد الكرة قال له لا مش هنقف فيه خلاص؟ والنعمة انا بتعب نفسيا ودمغيا وكل حاجة من الكلام اللي بسمعه ان يا جماعة لو سمحتوا بلاش ندعي على محمد صلاح في ما ليس فيه لان هو مليوش دعوة ما طلعوا بعد الإصابة في مطش كسق لا ده بيهرب ده بيعمل ده بيه ده 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 فيه ناس على هد كده هد كده هد كده ده بيقولك محمد صلاح حاط الدماغ بدماغي اصلا؟ اصلا؟ يا عارفت الجنان وصل لمرحلة غريبة غريبة غامعة فيه ايه؟ نادي ليفربول طلب من الاتحاد رسميا اعفاء محمد صلاح من المنتخب عشان لسه مخفش رسمي هو ان شاء الله يلعب مطش مانشستر سيتي بإذن الله ان شاء الله ويبقى كويس ويتقلق واحنا وانا متأكد من جوايا زي ما انا متأكد ان انا قاعد معاك دلوقتي ان محمد صلاح عايز يجي كله مع اسكر منتخب قبل اي حد مية في المية برافو عليك برافو عليك وانت عارف انا بقى لحكي بطلق قلت ايه؟ يقول لك اصل صلاح عايز يطرم من المنتخب واش عايز يجي منتخب مصر او مثلا مش عايز اعلى ليفربول فمش يجي منتخب مصر صلاح هو لعب صغير واحد وعشرين وعشرين سنة وبيلعب في بازل بقى وفروما وفلونتينا ليس صغير صغير دي معناها ايه؟ معناها لو النادي ضغط عليه شوية وقال له ما تروحش للمنتخب مصر هيسمع الكلام ما عملش كده من هو صغير دلوقتي هو نجي من جمع العالم اولا ما حاتش يارى فيه ضغط عليه ان هو ما يجيش للمنتخب مصر سنيا هو اصلا ما تخلفش على اي معسكر او اي مباراة للمنتخب مصر في اخر عشر سنين اقتلاعب ليه مباراة مع منتخب مصر ومحمد صغير انا عايز اسعلك سؤال والناس بقى تسمع كده وتهدى اه في فترة من الفترات كان اعتقد كاس ام اوروبية كريستيان ورونالدو اتعور وطلع اتغير وقعد وقف على الخط كان بيوجه وهو العين 2016 فاينال 2016 صح؟ طبعا والمدرب سابه هو هو يعني يعني ده البرتغال مع كل احترام والتقدير اللي احنا فيه واسم المدير الفني اللي كان موجود في البرتغال انت عارف الوقت انت روحت في حسكة تانية مهمة جدا يعني يعني اللي ايه يا جماعة عندك اسطورة له مساحة زي كل اللاعبين بس يعني كريستيان واخد مساحة في البرتغال غير كل اللاعبين ميسي واخد في الارجنتين غير كل اللاعبين دي بروين دي بروين لا واعد بقى دي البيورو دي البيورو دي البيورو لما كان في ايطاليا وطوتي وكل اسماع دي احنا بنهزر اكسن بالله الناس بتهزر يا جماعة انتوا ليه ما بتدوش انزلوا الناس اماكنها ادوا كل واحد مكانته الطبيعية يا جماعة هو محمد صلاح عمل كل ده كده اه في حد يقولك ايه يقولك بس ما هو ما هو زيه زي اي لعيب يعني هو لا مش زيه زي اي لعيب لا مش زيه زي اي لعيب على فكرة ما بجملوش ومش اقسم بالله عمري في حياتي ما كلمته مصحب يعني مصحب يدافع عنا انا كابتينه كل حاجة بس بهم انتوا مصحاب يعني عمري ما اتكلمته بس انا بدي له حقه مش بحتاج انه بقى صحاب عشان هقول لي محمد صلاح لا миллиم عظيم ده محمد صلاح يا جماعة انا بنهزر والله بجد الناس بتهزر ده محمد صلاح اصل احنا ابعد ما بتخلص الكلمتين دوت إلام انا ب promotion تطبيله للمدمج انتوا بديج كفلك يقوللك ايه بطبله. هاتلي الطابلة وانا طبله. عصا طبل لواحد وصل لمرحلة. مش محتاج حد يطبله. الناس عاملالوا تماثيل في ليفربول. ده ده بلغة الكرة احتل انجلترا. يعني انظر ده 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 غير مفاهيم ناس عن العقلية العربية في انجلترا. احنا بنتكلم عليه كده بسهولة. ما ندتك مثال بسيط جدا. المدير الفني بتاع البرتغال ساب كريستانو رونالدو واقف على الخط. طب يعني يعني هل ده الراجل المدير الفني ده. مش هزا اقولك ان مصر بيختار المدربين كمان. يعني دي كسة تانية. في الكلام بقى لواحد مش هايز يقوله يعني يعيب يعني لازم نتكبر ولادنا شوية عن كده لان ولادنا كبار قوي. صح.